أعلن تحالف الأحزاب المصرية تأييده لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي وصفاً إياه بالدعوة التي جاءت في توقيتها في إطار خطاب المصارحة بما يوضح الحقائق والتحديات بشفافية وأربى تحالفه عن استعداده للمشاركة في وضع تصور لتنمية المستدامة مؤكداً دعمه للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السيد الرئيس من خلال وضع حلول ورؤى ومن أجلها كيفية وضع الخطوات التي تتحدث عن تخطي الأزمة الاقتصادية وأحل مشاكل الصناعة والزراعة والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كما أشار تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه بما لديه من كوادر وخبرات سيقوم بدراسة المشكلات والمساهمة في وضع تصورات ومقترحات للحلول النهاردة احنا بنقول دعوة سيد الرئيس خاصة بالمؤتمر الاقتصادي دعوة مهمة جداً لأنه شعر بمشاكل المواطن الحقيقية ومشاكل الصناعة ومشاكل التجاء المستثمرين ودي دعوة مهمة جداً لأننا عايزين نخرج من عنق الزجاجة نقدر نصدر نقدر نحقق 100 مليار دولار للتصدير نقدر نخفض من الوردات ودي نقطة مهمة جداً النقطة التانية احنا النهاردة في التحالف قلنا لابد من أن يبقى لنا وجهة نظر في هذه الرؤى بأننا نبحث المشاكل على أرض الواقع وننزل للناس في الشارع نشوف منها إيه المشاكل بتاعتها فعلاً عشان ما يبقاش كلام مرسل نقدر نشوف إيه المشاكل ونحط الحلول والاقتراحات عشان نقدر نساعد فيه نجاح هذا المؤتمر بشكل حقيقي يقدر يوصلنا النتيجة الفعلية اللي بينشد لها الجميع لصالح الرجل اللي في الشارع صالح الطبقة المتوسطة والتحت المتوسطة لابد من مشاركة القطاع الخاص وإعطاء التسهيلات له في بنسبة 95% عملية أن احنا إدارة المشروعات أو المصانع المتوقفة بأي شكل إعطاءها أو تأجيرها لمدد محددة للمستثمرين المصريين تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الأجانب بعد ما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعطاء البنية التحتية وشق الطرق إلى آخره يعني أعطى سبل تيسير كبيرة جداً للمستثمر انتهينا في الاجتماع أن احنا يعني احنا أولاً بنسمي على دعوة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر التصادي وقابليه طبعاً كدد دعوة للحوار الوطني وده أكيد يعني بيؤكد مدى حرص السيد الرئيس على أنه يشرك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعني في اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي للدولة هو بيحاول يقرب الرؤى وبيستفيد مننا وإحنا بناستفيد منه برضو يعني فالدعوة النهاردة طبعاً احنا بنؤكد على أن المؤتمر الاقتصادي ده هيكون إن شاء الله العبور من الأزمة الاقتصادية التي تكتاح العالم كله وليس مصر